ترجمة نانسي قنقر 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 حسا تقدر تشتغل بها أو تقفلها لاحظ انقفل بعد نايس فتقدر تعمل الشيب اللي انت تشوفه مناسب تقدر تضيف الصور بها تقدر تضيف الايكونات بها يعني كثير من أمور حقيقة تقدر تصمم بها بالغربة ديزاين يعني حالة حال قليل نقول الXD والايكونز كذلك موجودة على فكرة تقدر الايكونز تقدر تستفادها بالبوتون يعني مثلا هنا على سبيل المثال إذا عدنا هنا مثلا خلي نشوف مثلا هذا هذا SVG ها منزلت من الانترنت يعني من موقع نفسه فقدر أخذ هذا الـ SVG مثلا وين هذا cut Ctrl-C cut واجي أختار مثلا Page 1 وعمل أبست وأجيب ليش ما دايجي خلن اختار ليد تمام على سورة واجي أختار لديه واجي أختار لديه and نحن Pan حالو إزين إذا جبنا الإيكون هاي نريد نظيفه وين هنا هنا ودخل نختار هذا الـ Select Shift و تبدأ تصغر و بعدين نرفع من الـ Shift حلو تخلي هنا مثلا و طبعا هذا الـ SVG مثلا الـ Background تختاره اوه مفترض حذفه حذفك الـ Background تمام فبقى هذا عندك بس Ctrl-C, Ctrl-V تقدر تعمل من عندها نسخة Ctrl-C, Ctrl-V طبعا تقدر تدور صور موجودة بالفلات آيكون وتضيفها بالتصميم مالتك حتى بالنهاية أنت تحاول أنه تعمل تصميم مشابه على الأقل يعني كل ما أنت طبعا تشتغل عليه أكثر كل ما رح يكون تصميم مالتك أجمل هنا تصور كل شيء واضح ما عدكم بعد فتش غامض بالنسبة للفيديوهات رح تنرفع لكم متفقين ها جدد ماكوا اعتراض واضح حالو هنا تقولها Save to Local File and تقدر تخزنا بأي مكان مثلاً Desktop أرى سبي مثال ونقول هنا Save تنتظر ورمي خلاص That's it That's it